انا باسل وده فيديو جديد من فواح اهلا بيكم في فيديو جديد من فواح النهاردة بعملكم تقييم لعطرين من اجمل عطور الربيع الزهرية العطرين دول من العطور الجميلة لو انتو الاتنين كابلز لو انتو الاتنين ثنائي زوج وزوجة او واحد وحبيبته او انتو الاتنين مخطوبين او انتو الاتنين مرتبطين وحبين تشتروا عطور وتتبادلوها مع بعض وتوفروا في ميزانيتكم العطرية تابعوا الفيديو ده العطر الاول معنا النهاردة هو منسيرا روزيس جريدي من العطور الجميلة جدا لمحبي عطور الورود والازهار والاداء جيد في هذا العطر منسيرا روزيس جريدي من العطور الجميلة جدا هتحس مع العطر ده باحساس الربيع الجميل هتحس انك موجود في جنة او في حقل كبير واسع من الخضرة الجميلة والورود والازهار حواليك في كل مكان وفي نفس الوقت الشمس دافيا حواليك بتلمس بشرتك بأشاعتها والهوى البارد نسمات الربيع البردة حواليك بتلمس بشرتك والهوى جميل ونقي ومنعش تحب تشمه وتتنفسه كل الاحساس ده هتحسه مع منسيرا روزيس جريدي عطر فاكهة مسكر بريحة الورود والأزهار هتحس معاه بريحة صابون زهري أو شاور جيل ولكن شاور جيل غالي منسيرا روزيس جريدي من عطور الأزهار والورود المثيرة ولكن الإثارة هنا تتوقف على التوظيف أنا بشوفه من العطور المثيرة اللي تليه وتنفع له موظفة البنك الشيك الرسمية الأنيقة الموظفة الرسمية الأنيقة اللي بتحتاج لعطره بيكسر الحدة الرسمية في مظهرها ويظهر الجانب الأنثوي الجانب الجميل واللطيف عندها وكمان في نفس الوقت بشوفه عطر موظفة المبيعات موظفة الماركتنج موظفة التسويق أو موظفة التعامل مع العملاء بشكل مباشر اللي بتحتاج دايما أنها تظهر بريحة جميلة ومنعشة وريحة تعبر عن الجانب النسوي أو الجانب الأنثوي عندها وفي نفس الوقت عطر بأداء جيد وعطر بيلبي الاحتياجات الصيفية وما يتفعلش مع بشرتها خصوصا مع العرق ويؤدي معها بشكل جيد ويدوم معها لساعات العمل الطويلة منصرة روز جريدي من العطور اللي بشوفها لاء الرجال ولكن للرجال في الأوقات الروحانية عطر تستخدمه في المناسبات الدينية هاديك ريحة الورد العربي اللي احنا بنحبها عطر أنا بشوفه من عطور السلام والاسترخاء والراحة منصرة روز جريدي من العطور الجميلة اللي تستخدمها في كل الأوقات ولكنه بيتقلق بالتحديد في الصيف في النهار العطر ده من العطور الجميلة اللي تستخدمها في خروجات التنزه كراجل وتستخدميها في كل الأوقات كأنثة العطر ده من العطور الجميلة وتركيز الخطوط العطرية فيه منصرة روز جريدي هي اللي بتحدد الرواح العامة اللي بنشمها أول خط عندنا هو خط الجود أو روز بعد كده عندنا خط الفلورل أو الخط الزهري بعد كده عندنا الخط المسكر أو السويت وبعد كده عندنا خط الوايت فلورل أو الخط الزهري الأبيض وبعد كده عندنا الخط المسكي وهو ده اللي بيدينا الرواحة المسكية اللي بتعبر عن النظافة الجميلة في هذا القطر وبعد كده عندنا في الآخر خط الفانيلا وهو ده اللي بيدي الرائحة الفانيليا المثيرة الجميلة في هذا القطر بالنسبة للمكونات في منسيرة روزيس جريدي أول حاجة عندنا اللي افتتاحية وهي اللي بتظهر بعد رش القطر مباشرة بتكون من المندرين والخوخ بالإضافة لجوز الهند ومع جوز الهند عندنا عنب الثعلب أو العنب الأسود بالإضافة لوجود الشطة في اللوقع أنا شميت من الافتتاحية بشكل واضح ريحة الخوخ وما كانتش ريحة الخوخ هي كانت رائحة فاكهية بالإضافة لوجود رائحة جوز الهند بعد كده عندنا قلب العطر اللي بيظهر بعد دقائق معدودة جدا من رش العطر وبيتكون من الورود والياسمين والزهور وهم المكونات الرئيسية المسيطرة على هذا العطر بشكل واضح وصريح وبعد كده عندنا قاعدة العطر اللي بتيجي بعد الدرايداون أو بعد جفاف العطر بتظهر بشكل جميل جدا عند رش العطر على الجلد أو على الملابس هتشم في العطر ده بشكل جميل وممتع ريحة المسك الأبيض وادي اللي بتدينا ريحة النظافة في العطور بالإضافة لريحة العنبر وأنا ما شميتش العنبر بالإضافة لوجود الفانيلا اللي بتدي الرائحة المثيرة اللي بيكملها نوتة أو ريحة السكر اللي بتدي العطر ده رائحة سكرية مع الرائحة الفاكهية فبتحس بريحة جميلة في العطر ده وبييجي عندنا في الآخر ريحة البنزوين وما شمتش البنزوين خالص في العطر ده بالنسبة للأداء فيه منصيرا روزيس جريدي فأنت هتاخد فوحان شديد فوحان هيملأ الأرجاء هيشموا كل الناس بشكل واضح وصريح بعد أول ساعة العطر هيبدأ يختفي بالتدريج لحد الساعة التانية هيبدأ القريبين منك لمسافة ذراعين حواليك في كل الاتجاهات أو أكتر هيشموا العطر والثبات في العطر الثبات هيدوم معاك لـ 12 ساعة 12 ساعة المحطين بيك هيشموا العطر بشكل واضح وصريح وهيدوم معاك على الملابس لمدة 24 ساعة كاملة هتشم العطر وهتستمتع به أنا بشوف العطر ده من العطور الجميلة اللي هتتفاعل مع أجساد السيدات الليديز العطر ده هتفاعل مع أجسادهم بشكل جميل بشكل أفضل من الرجال والعطر ده للأسف من العطور المحضور حقها العطر ده من العطور الجميلة هو صفقة رابحة السعر جيد ومقبول مقابل الأداء والرائحة الجميلة في هذا العطر العطر ده غير منتشر ودي حاجة غريبة بالنسبة لي والتقييمات باللغة العربية عن هذا العطر منعدمة تماما غير موجودة نهائيا والتقييمات باللغات الأجنبية قليلة والعطر ده من عطور الورود والأزهار الجميلة اللي أنا بحبها أنا عندي في مجموعتي العطرية عطر جريمونتا وده من عطور الورود والأزهار الجميلة من دار كريستشن ديور وهتلاقوا تقييمه موجود على القناة بالنسبة لي عطور منصيرة فحابب أوضح لكم أن الزجاجة بتيجي كلها بشكل واحد تقريبا في كل العطور مع اختلاف اللون والطباعة والزجاجة بتتفتح بشكل غريب شوية هي بتتلف بالشكل ده والأوتومايزر بيروش بشكل كويس بشكل معقول أنا بشوف العطر ده من العطور الجميلة اللي تقتنيها أنت وشركتك هتستمتعوا جدا بأداء هذا العطر وهتتشاركوه مع بعض وهتوفروا في ميزانيتكم العطرية العطر الثاني معنا النهاردة هو عطر من سيرا روزيس فاني عطر من العطور الجميلة هتحس أن انت معاك عطر غني عطر ده سيم كريمي جميل جدا في راحته هتحس أن انت بترش ريحة كيكة لمون أو كيكة برطقان سخنة خارجة من الفرن ريحة فانيلا جميلة ومسكرة ممتعة وغير مؤزية ريحة تستمتع بيها وتحبها ريحة مثيرة وجميلة أنا بحب العطر ده لأنه بيرتبط معايا بذكريات عطفية جميلة أنا كنت باستخدمه من سنة ولقيت عينات لهذا العطر وقررت أن أنا أشتري العينات وأحتفظ بيها لاستخدام العطر عند الحنين للذكريات الجميلة العطر ده من العطور الجميلة اللي تستخدمها في كل الأوقات يعني هو عطر غير رسمي تستخدمه في أوقات التنزه ولكن ما تستخدمه في الصيف نهائيا هيخنقك في الصيف البعض أشهر أنك ممكن تستخدمه في الصيف ولكن بالليل أنا مش بشوف أنه هو يصلح للصيف ولكن هو عطر من العطور الجميلة هيحبها عشاء ومحبي العود لوجود نوتة عود خفية في هذا العطر بالإضافة لإشارة البعض وجود نوتة قهوة في هذا العطر وأنه شبيه بعطر مونتال انتنس كوفي أنا ما حسيتش خالص بريحة القهوة في العطر ده ولكني حسيت أنه من العطور الجميلة عطر كريمي سويتي نعم وجميل في ريحة الفانيلا عطر من العطور اللي بتصلح للجنسين أنا بشوف أنه هو من العطور اللي بتتفاعل مع كيمياء المرأة يعني العطر هيتفاعل معهم وهيدي ريحة جميلة ومغوية وهيتفاعل مع البشرة الذكورية هيتفاعل مع الذكور هيتفاعل مع بشرتهم وهيدي ريحة جميلة واختبار ريحة فانيلية جميلة هو عطر للجنسين من العطور الممتعة اللي تستخدمها في الربيع تركيز الخطوط العطرية فيه منسيرا روس فانيلا هو اللي بيحدد الروايح العامة اللي هتشمها أول خط عندنا موجود وأعلى خط موجود عندنا في التركيز هو خط الفانيلا بعد كده بيجي خط الورود أو الروزس وبعد الورود بيجي عندنا الخط السويتي الجميل هتحس برائحة سويتية جميلة في هذا العطر بعد كده عندنا الخط المسكي الخط المسكي بيدينا إحساس النظافة الجميلة ولكن هي مش نظافة الشاور جيل هي نظافة جميلة وممتعة في العطر ده بالإضافة بعد كده للخط البودري الجميل هتحس برائحة بودرية جميلة أنا بشوف أنها بتتفاعل مع كيمياء المرأة بتدي رائحة جميلة وممتعة بالإضافة لآخر خط وهو الخط الخشبي أو الخط الوودي وده هيديك أحيانا لمحات من العود وبعض الأشخاص أشاروا لوجود ريحة العود اللي أنا شمتها بالمناسبة وحسيتها حسيت بريحة عود ولكن عود مسكر برغم عدم موجود العود في المكونات فعندنا افتتاحية العطر بتكون من الليمون الواضح الصريح اللي أنا لسه شمه حالا بالإضافة لوجود نوتات مائية النوتات المائية مش واضحة في العطر ده بعد الرش با دقايق معدودة بيظهر عندنا القلب العطري الجميل اللي بيكون من الورود الجميلة الممزوجة مع السكر المثير والدسم في هذا العطر السكر هنا حلو ولكن غير مؤذي بعكس المطاقة عن العطور السويتية بعد كده عندنا بتيجي قاعدة العطر بعد رش العطر بحوالي 10 دقايق بتكون من خشب الأرض خشب الأرض هنا بيمتازج مع الفانيلا والسكر مرة تانية وبيدون ريحة العود المسكر الجميلة الممتعة وبعد كده بيكملهم المسك الأبيض اللي بيضي العطر نوع من أنواع النظافة العطرية الجميلة بالنسبة للأداء فيه منسيرا الروز سباني فالأداء هنا أداء نووي أداء ممتاز الفواحان فواحان ممتاز وشديد هيمتد معاك لمدة 3 ساعات كاملين هيشموا كل المحطيم بيك في كل مكان ورش براحتك لأن الريحة جميلة وممتعة في هذا العطر أنا بحب ريحته جدا من العطور الممتعة بالنسبة لي بالنسبة للثبات الثبات هيدوم معاك يوم كامل هيدوم معاك أكتر من 12 ساعة وهيمتد معاك لأيام على الملابس أنا الثبات استمر معايا لمدة 4 أيام كاملين على الملابس وأنا بشوف العطر ده من العطور الجميلة جدا من العطور اللي بتصلح لأوقات الحميمية بعد الدراي داون وجفاف العطر على الجلد بعد جفاف العطر على الجلد هتاخد ريحة حميمية جميلة جدا واستخدمه في أوقاتك الرومانسية وأنا بشوفه إن هو عطر من عطور محبي الجمال العطر ده أشار بعض عشاق ومحبي العطور إن هو شبيه بعطر مونتال إنتنس كافي والعطرين من تصميم نفس العطر جب يير مونتال ولكن لا اختلافات تجارية تم تسمية العطرين باسمين مختلفين وأنا ما حستش خالص بوجود نوتة القهوة في هذا العطر أنا بحب عطور الفانيلا وبستمتع بيها وعندي في مجموعتي مجموعة من عطور الفانيلا منسيرا روزيس جريدي ومنسيرا روزيس باني من العطور الجميلة اللي تستخدموها وتستمتعوا بيها ككابلز متزوجين أو مخطوبين أو يعني بتحبوا بعض العطور دي من العطور الزهرية الرابعية الممتعة وأنا عايز أعرف إيه عطوركم لاي الربيع اكتبوا لي في الكومنتات إيه عطوركم لاي الربيع وهل جربتم العطرين دول ولا لا وبشكركم على مشاهدة هذا التقييم وبفكركم ما تنسوش تعملوا سبسكرايب لقناتي على اليوتيوب والإعجاب بالفيديوهات ولايت لصفحتي على الفيسبوك وفولو على إنستجرام وتويتر